نبقى في الرياضة حيث أعلنت سلطات العاصمة الأوكرانية كييف عن تخصيص مبلغ مليون دولار للمباراة النهائية لدورة أبطال أوروبا لموسم 2017-2018 نائب رئيس بلدية كييف راديمير بروكو بييف أكد أنه من المتوقع أن يصل حوالي 150 ألف مشجع إلى العاصمة الأوكرانية سينفقون في المتوسط يوميا حوالي 100 يورو هذا وكانت اللجنة التنفيذية للإتحاد الأوروبي قررت في شهر ديسمبر من العام الماضي أن يكون نهائي دور أبطال أوروبا بالملعب الأولمبي بالعاصمة كييف وملعب ظاليري لوبانوفسكي ملعب دينامو كييف حيث سيحتضناني مباراة النهائي لدور أبطال أوروبا رجالا ونساء